نهاردة مباريات حلو الدولي بدأ شكله حلو الفرقة كلها عايزة تكسب والفرقة كلها بيجاعد النهاردة الاتحاد بيكسب الأسوان في ديئة 85 تعادل فرقه مع البنك الأهلي كان هدف لفرقه في اللحظات الأخيرة بس المبارية يمكن اللي كانت توقد الأضواء عشان الصفقات الكثيرة للفرقتين سيراميكا كلوباترا والمصري مع اثنين مدربين كبار سواء كابتن عاب جلال أو كابتن أحمد سامي في سيراميكا كلوباترا وفاة سيراميكا كلوباترا بفضل صفقاته الجديدة 3-0 كانت نتيجة متوقعة بس أنا هقولك على حاجة حلوة هو مش بس ماتش سيراميكا كلوباترا والمصري اللي عملوا صفقات كتير أسوان عمل صفقات كتير جدا اتحاد عمل صفقات كتير جدا فرقه الوحيد اللي مش عمل صفقات عشان هو يقف قد كل الفرق الصغية ربير عمل صفقات جديدة ومدعم بشكل قوي جديد ممكن أقول صفقات كبيرة مش كثيرة إنما فرقة سيراميكا والمصري عملين صفقات تقيلة كروية أسماء كبيرة جدا جون إيبوكا عحمد ياسر ريان في سيراميكا كلوباترا في سيراميكا كلوباترا للتحاد الكابتن الوحيد محمد مصلحي ووزران عملين صفقات قوية جدا ومهدي سليمان والمصري جايب المصري جايب يعني في أسماء كبيرة جدا أسماء منهور دول اللي هما كانوا منهورين أوي السنة اللي فاتت بناءا عليه منتظر دوري قوي طول الموسيقى صح النهاردة الاتحاد لما بلعب أسوان ويكسب في آخر خمس دقايق صح ده معنا أن فين الدية وأسوان كان خطير جدا والمهدي سليمان تقلق الله ينور عليك فين الدية صحيح مش المهدي سليمان مهدي سليمان في الاتحاد لا مع المهدي سليمان راح إلى الاتحاد مهدي سليمان دلوقت بأنه ينتهي قوي وجايب سفكات كتيرة وجايب أسماء كويس صح إننا عامل أسماء فأنت طبيعي جداً الدوري السنة دي هيبقى صعب على كل الفرق صحيح ممكن بتقول إيه في نقطة مهمة جداً لازم نبقى عاملين حسابها لا فوق هيتحسن بدري ولا تحت هيتحسن بدري صح هتفضل الميزان شغال ما بين فوق وتحت وما بين الضغوطات بتاعت الماتشات واللي هيقدر يكمل واللي هيقدر يحافظ على المدير الفني بتاعه هو اللي هيكمل صح المصري تحس كده دايماً الكابتن إهاب جلال يعني ايه أول مشاهدين تلاتة ليه مع أي فرقة ما بيقوش أحسن مشاهد بس بعد كده بينطلق النهاردة المصري دي بدايات الكابتن إهاب جلال طبيعية هقول لك أنا انت ممكن قلتها من شوية مع ضيفك محمود شاكر اللي اسم محمود وأنا بستمتع جداً لما أتفرج عليه حبيبي وعليك طبعاً بس في نقطة مهمة جداً هما الناس مش واخدة بالها كابتن إهاب جلال جيمة أخر كابتن إهاب مش مسك الفرقة مثل اللي فاتت كابتن إهاب لسه بيبتدي شغل مع نادي المصر هياخد وقته زي ما أنت بتقول وبعد كده بيبتدي يظهر إمكانياته الفنية ويفلت شخصيته على اللعبين الله ينور عليك زي كمان أن كابتن إهاب عودني أنا من وجهة نظري اللي أنا بشوفه به أنه لما بيحصل خسارة ما بيضربش في لغة البلد كده في الكرة كرس في الكولوب لا بيلم لعبته كويس جدا وبيعرف فيه كبير ما بتكرش معي الله ينور عليك يعني بيقف عند حد فده نتيجة تقيلة نتيجة تقيلة على نادي المصري خاصة أن النادي المصري داخل بيتوب جديد بمجلس إدارة جديد عنده استعداد والإمكانيات أنه هو يصرف بأي إمكانيات ما عندهش مشكلة خالص بس يا الفكرة أن البداية تقيلة شوية خاصة أن أنت بتلعب فرقة من وجهة نظر ناس كتير جدا وأنا كمان فرقة السنة دي هتبقى شارسة يا فرقة سروميكا خاصة كمان أن أنت لما جيت عملت تدعمات لسروميكا كلوباترا أو فرقة سروميكا كلوباترا السنة دي عملت تدعمات قوية جدا جبت اتنين فراودة بيلعبه تحت باع دلوقتي يعتبروا كأنك بتلعب 4-4-2 وفي نفس الوقت بتلعب 4-2-3-1 اتنين فراودة جمدين جدا أحمد ياسر يعني شاب صغير وهو مش صغير لا هو إمكانيات كبيرة جدا وسنه صغير وتجارب كتير تجارب مع سروميكا وتجارب في أوروبا وتجارب يعني ملحاش مع النادي الأهلي ولكن تجارب تجارب عظيم بالفعل جبت فرود السنة اللي فاتت كان من أفضل فراودة اللي موجودين في الدورة المصر إيبوك جون إيبوك عندك محمد إبراهيم لعيب ولا أروع ولا أجمل من كده يعني من اللعيبة اللي أنا بستمتع أنا بتفرج عليها دي في اليوم كمان صلاح محسن وكمان الله ينور عليك يعني انضمت في آخر وقت صلاح محسن في آخر الترانسفير فانت عملت قوة من لعيبة بلغة الكرة جعانين صح جعانين شغل